بس ارفل انا علياء طلعت دي سيمة علياء وانا عرض هتكلم عن فيلم عرستي يوم 13 فبراير الجاري بدأت مناصة نتفلكس عرض فيلم عرستي الفيلم كانت عرض فيه السينما بشكل محدود او لمدة قصيرة نسبيا حقق ارادات مش كبيرة وبعد كده تشال من دور العرض وما كانش فيه كلام عنه خالص لغاية تم الاعلان عن عرضه على مناصة نتفلكس وبشكل طبيعي زي اعمال كتير تانية مصرية او عربية بتتعرضها عن نتفلكس بسرعة بتطلع لقائمة الترند او الاعلى مشاهدة على المناصة ايا كان مستوىها الفني فيلم عرستي انتاج عشرين واحد وعشرين من بطولة احمد حاتم جميلة عوض صابرين واخراج مصطفى البرباري وتأليف محمد بكير الحفقة بتاعت فيلم عرستي تشبه حفقة افلام كثير جدا من النوع بتاعه الافلام الكوميدية الرومانسية عندنا شخصين اتنين شاب وشابة بيحاولوا ان هما يتجوزوا ناكيين في عملهم ناكيين في حياتهم الاجتماعية علاقتهم قويسة باهلهم ولكن فضلهم يكملوا نص دينهم زي ما بيقولوا او يتجوزوا وبما انهم مش قادرين يعملوا علاقات سليمة وصحية بشكل طبيعي فأهلهم بيساعدهم ان هما يرتبطوا عن طريق ان هما يخالهم يلاقوا ناس بجواز الصناعات او الجواز التقليدي وده كان تم استقناله في الاول صنع القليل من الكوميديا بالتعرف على عرائس وعرسان اشكال غريبة ناس مختلفة الناس مختلفة يعني دماء خفيف وبعدين بيتقابل الولد والبنت بصدفة وبتبدأ علاقة ما بينهم رومانسية شبه كل الافلام اللي حشفناها قبل كده وبما ان دليل البطلة بتاعت الفيلم مرت بعلاقات عطافية سيئة قبل كده وتجارب مش كويسة فهي قررت انها تصمم لعبة اسمها عرستي واللعبة دي عبارة عن مجموعة من اختبارات متى اختبارات الجدارة اللي بتحط فيها شريف اللي هو بيقوم بدوره احمد حادم علشان تكتشفها لو هو بيحبها بشكل حقيقي ولا لا الفقرة السابقة ده ملخص الفيلم بالكامل الفيلم عبارة عن الكلمتين اللي انا قلتهم بلاس ان هو في اخر الفيلم افتكر الصناعة بتوع ان الفيلم لازم يكون لي حبكة وبداية واسطة ونهاية عقدة وضربة وحل فقرروا ان هما في اخر ربع ساعة تقريب من الفيلم ان هما يعملوا مشكلة تفصل ما بين الحبيبين والمشكلة دي لازم يدور لها على حل عشان يرجعوا يرتقوا ومفترض المشاهد هيقعد الساعة ونص تقريبا بيتفرج على ولا حاجة في انتظار العشر دقايق اللي هتخليه متشوق قوي قوي علشان يعرف هيرجعوا البعض ازاي وبالتالي تقريبا ساعة من الفيلم او ساعة وعشرة عبارة عن شوية فيديو كليبس سغنانة تم جمعهم وترتبهم عشان يكونوا فيلم فيديو كليبس شبه اي تصور للاشخاص عن علاقات الحب في الافلام وفي الاعلانات ناس بيتهذر مع بعض بيروحوا الملاهي بيخسروا العربيات سوا مجرد كليبس سغنانة سغيرات سغيرة لو تم تجمعها لو شرنا اي حاجة منها مش هيحصل مشكلة لو شرنا اي مش شخصيات اللي حواليها مش هيحصل مشكلة وده لان المشاهد مكانش قادر يرتبط لا بالعلاقات ولا بالاشخاص ولا بأهلهم ولا بأي حاجة الفيلم مش ميديك فرصة انك ترتبط بأي حاجة انت بتتفرج على حاجات بتحصل بس في الفضاء في الفراغ وفي نفس الوقت هو بيقدم لكش حاجة جديدة انا مش ضد ان نعمل او مش ضد ان احنا نعمل افلام نوعية بالعكس الافلام النوعية دي افلام مهمة جدا ومسلية والجمهور بيحبها وانا بحبها كل الناس بتحب الافلام الرومانسية الكوميدية تقريبا ولكن احنا لما نعمل افلام الرومانسية الكوميدية لازم صنوع الافلام يقعارفين النوع السينمائي لازم يكونوا فاهمين الحاجات الاسسية اللي موجودة فيه وازاي يتلعبوا بيها وازاي يستخدموها في تقديم قصتهم ولكن اعادة تدوير نفس القصص تاني بممثلين جداد ده مش تجديد تماما ده مجرد افلاس ممكن اكتر حاجة ده تلفت الانتباه في فيلم عروستي ما هواش القصة ولا الشخصيات ولا التمثيل هتلاقي ان اكتر حاجة تلفت نظر فيها الاماكن اللي بيصوروا بيها كأن الفيلم ده اعلان موجود في مصر فاحنا بنتفرج على اماكن مختلفة منه في كل مكان فيه لقطتين كده للبطل والبطلة بيعملوا اي حاجة مش مهمة لأي حاجة دي بس عشان نبين الكمباونت قد ايه شكله لميل جدا زي الاعنات اللي بتيجي في المدام بزرق ويمكن دوت بيفكرني بحاجة هي لها علاقة بمنصة نيتفلكس اللي بتستقطب اعمال دايما وذاته للاعمال العربي اعمال اللي بتبين البلاد العربية منورة وبتلمع وشكلها جميل وكلها من سكان الكمباونت اللي مبتلعوش براها خالص ابدا اعمال مش شبه البلاد اللي احنا عايشين فيها ومش قادر افهم ايه سبب ورادها لان نيتفلكس نفسها بتحط اعمال لبلاد تانية بتبين قد ايه البلاد دي طبيعية وفقيرة عادي جدا مش لازم تكون البلاد اللي موجودة في نيتفلكس كلها بتلمع ولكن الموضوع بس مش ليه علاقة بالشكل او بالديكورات او الاماكن اللي بتصور فيها الاعمال على نيتفلكس ولكن هنلاقي كمان فيه نقطة اهم وان هي اعمال ممسوخة من مشلسلات وافلام درجة جدا 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 نموك تلاقيها على منصة نفسها ممكن تلاقيوا اشباه لها بيتكلموا الناس انجليش بدل ما بيتكلموا عربي يعني مثلا هنلاقي ان فيلم عروستي مسلسل بحث عن علا اللي اتنين بيفكروني جدا جدا بمسلسل ايميلي ام باريس اللي فيه مشكلة كبيرة بالنسبة لي ان هو اه في باريس وغير الناس بتلبس لبس مفترة شكله حلو في اماكن جميلة ولكن الشخصيات مبتعرضش لاي عقبة حقيقية كل شخصية بتعرض لعقبة بيتم حلها في المشهد التالي بمنتهى السهولة مفيش اي مشاكل تحصل لاي حد من الابطال مفيش اي ازمات حقيقية بتعرضوا ليها على رغم ان الازمات دي هي الحاجة اللي المشاهد بتفرج عليها المشاهد مش عايز يتفرج على شوية ناس شكلهم حلو بيعملوا اي حاجات مسلية ساعتها ممكن يتفرجوا على الفيديو كليبس اكثر وما بتاخدش وقت اكثر في المعروستي مفيش اي مشكلة حقيقية اللي بتعرض لها الابطال هم اغنية سكنين في مكان جميل اهلهم داعمين ودمهم خفيف والوطافوا بيداوا الناس اللي بيحبوهم بسهولة ولما بتعرضوا المشاكل تفهة جدا جدا وبرده اهلهم بيحلوها لهم فين الازمة فين العقدة فين الحل فيه فيه انا بحبها جدا وكل الناس بتحب فيه ولكن لها اساسيات معينة مينفاش تقول مثلا فيلم زي سليبلس ان سياتل وتعتبروا فيه وفي نفس الوقت تقول على عروستي او البحث عن عولا دي احاجات فيه لا هي مش نفس الحاجة لان سليبلس ان سياتل كان عندنا بطل بيعاني من ازمة كبيرة بيعاني من تراما بابنه بيحاول يلاقي له شخص يكمل معاه حياته الشخص اللي هو يعني عايز يلتقي بيها علشان هتبدأ بينهم علاقة الحب في مكان تاني بعيد قوي يعني فيه صراع علشان يوصلوا للنقطة دي فلا الاثنين اه هما الاثنين ممكن يندرجوا تحت او الافلام اللطيفة المحببة اللي بتحسسك بالراحة والاستمتاع وانت بتتفرج عليها بعد ما تخلصها ولكن ما ينفعش ان الاثنين يتحطف نفس الميزان لان فيه ازمة حقيقية فيه الكتابة فيه عندنا في مصر عندنا بيجي ويكتبوا النوع ده من الاعمال بيبقوا حاسين ان لازم يكون فيه فيبس ايجابية طالعة من كل لقطة لا يا جماعة ما بيبقاش في كل لقطة لازم يكون فيه عقبات لازم يكون فيه ازمات ولازم يكون لها حل زي اي فيلم اخر كتاب سيناريو العرب نعدة من الافلام او نعدة من المسلسلات ما بيخطوش اي ازمات للابطال حياتهم من سهل الاسهل وكل مشكلة بيتعرضوا لها بيتم حلها فأقل من عشر دقائق وبالتالي فيلم عروسي بيحاول يعيد تقديم الروم كوم للمشاهد العربي او المشاهد المصري اللي بيتفرق بشكل اكبر على في الفترة الاخيرة افلام اكشن او افلام خيال علمي او whatever ولكن الافلام الروم كوم تراجعت بشكل كبير ولكن الفيلم نفسه مهوش مثال جيد على هذا النوع من الافلام ولا حتى صناعه حاوله يقدموه بشكل كويس فزي ما بقول الفيلم ده في مشكلة في التمثيل في مشكلة في كتابه في مشكلة في الاخراج اللي شابه الاعلانات التلفزيونية مفيش حاجة فيه مميزة تقدر خليني اقولك روح اتفرج على فيلم عروسي هتستمتع بالفيلم ده لان انا شخصيا ما حسيتش بالتسليم وانا بتفرج على الفيلم ولا كان من تبادي فيلم فيل جود ان انا احس ان انا احسن او افضل بعد ما تفرجت على الفيلم فيلم عروسي زي افلام تانية شفتها مؤخرا من الافلام المصرية بتخليني اسأل سؤال والسؤال مش متوجه لصناعه بس متوجه لصناعه كتير جدا فيه السينما المصرية وهو هل صناعة السينما المصرية فعلا بيحبوا السينما هل صناعة السينما بالنسبة لهم ده شغف حاجة مهمة في حياتهم ولا هي شغلانة براقة بتدي اصحابها الشهرة بتدي اصحابها الشعبية لدى الناس عادي جدا اكتر من اعمال تانية هل شايفين وانا ما بكلمش هنا عن مخرجين ومؤلفين بس انا بكلم كمان على الممثلين كل الناس الضلعة فيه صناعة الافلام المصرية مش بس الفئة اللي هي المخرجة او اللي بتختار القصص او المنتجين الناس دي انتو بتحبوا فعلا السينما هل بتشوفوا سينما تانية هل بتشوفوا الافلام الكتير جدا بتعرض طول السنة بتتعلموا منها بتشوفوا ازاي بتتطور عشان كده لما تجوا تقدموا نفس الانواع تقدموا تطور الانواع دي او تصبغوها بصبغة مصرية ولا احنا دايرة مغلقة من الناس ما بتتفرجش على الافلام بتقدم افلام عشان احنا نتفرج عليها السؤال التاني برضو اللي بيجي على بالي هل الافلام اللي انتو بتعملوها دي بالنسبة لكم افلام كويسة يعني بالنسبة لزوءك الشخصي كنت قصانع فيلم مفروض دي شو لانتك اللي انت منغمز فيها تماما هل النوع دا من الافلام لو تفرجت عليه لحد تاني هل دا فيلم مسلي كويس بالنسبة لك لان لو دي افلام اللي احنا نتفرج عليها مؤخرا واللي اغلبها بصراحة متواضع جدا بالنسبة لي هي الزوء بتاع صناعة الافلام احنا نتكلم عن زوء راضيق جدا محتاج اعادة ثقل ومحتاج النادي تقعد تتفرج على افلام كتير من بلاد مختلفة ومش بس تتعلم التكنيك بتاع صناعة الافلام وازاي نصور وازاي نمنتج وازاي نعمل السيناريو يكتب ثلاث فصول لا احنا محتاجين كمان صناعة الافلام دول ينموا زائقة سينمائية تخليهم يقدمونا حاجة فعلا كويسة اتمنى ما يكونش قصية جدا على الفيلم بس هو فيلم مخيب للامان بالنسبة لي اوي 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 اكتر من الافلام تانية مصرية شفتها مؤخرا عشان كده بتديله واحد بس من خمسة وبكده خلصت حلقة النهاردة اتمنى تكون عجبتكم بس تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة